وكان بعض العلماء يقول صلاح أمر العبد كله مقوف على هذه الصلاة فإذا أرادت عيناك أن ترى عبد يحبه الله وأحب الله بصدق ورضي عن الله ورضي الله عنه بصدق ورضي الله عنه وأرضاه بحق فانظر إلى من أقام الصلاة كما أمر الله لن تجد أحد يوفق في هذه الصلاة فيؤديها كما أمره الله إلا فتحت له أباب الرحمة في الدنيا والآخر ويفلح وينجح وجميع مصالح الظاهرة والباطنة في أمر دينه ودنياه بل ليس مع نفسه بل حتى مع الناس حتى رزقه الذي يرزق مقوف على هذه الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقه نحن نرزقه حتى عصمة عن الفواحش وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء بالمنكر إذا أديت هذه الفريضة أخذ الله بها بمجامع قلب العبد من الشر إلى الخير ومن الشقاء إلى السعادة ومن الهوى والردة إلى مسالك أهل الرضا وكل هذا بتوفيق الله جل وعلا أمرها عظيم ولذلك ترى العبد الصادق في هداية واستقامته منذ أن يدخل عليه وقت الفريضة لا يعرف إلا حق الله كما قالت عائشة رضي الله عنه فإذا هو لا يعرفنا ولا نعرف وجعلت قرة عيني في الصلاة هذه نصوص موجودة صحيحة صريحة فهي أول الأمر بعد الشهادتين وهي العمود الذي يقوم عليه دين الإنسان فإذا كان الإنسان يعظم أمر هذه الصلاة وكان السلب الصالح يضربون المثل في ذلك فإذا حضرت الصلاة بمعنى دخل وقته فليس للموفق السعيد إلا أن يؤدي حق الله ذكروا عن إمام أنه مكث أكثر من عشرين أو ثلاثين سنة في حمص يصلي بأهلها لم يسه في صلاة واحدة فقالوا له صليت بنا هذا العمر كله ولم تسهل في صلاة فقال والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله فهي حق عظيم والناس يوعظون ويذكرون وتطأطأ الرؤوس ولكن العبرة بالعمل العبرة بالعمل ولذلك تجد الشيطان قعد للإنسان بالرصد في هذا الحق العظيم ما تجد تشويشا ولا أذية ولا إلهاء ولا وسوسة مثل إذا حضرت الصلاة لأنه يجند نفسه بكل ما يستطيع لأنه يعلم أنه إذا استقام أمر هذه العبادة أن العبد يستقمنه أمر الدنيا والآخر ترجمة نانسي قنقر